السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير من قال بقى ان الفراخ البلدي ما بتتشواش ده انت هتشويها وكمان هتضمني تسويتها هتطلع معاك خطيرة وبلون تحفة كمان لو الفراخ بتاعتك بلدي امهات حجمها كبير او بط او عندك عزومة وعايزة تنجزي فيها بتدبيلة خطيرة كده وسريعة وتطلع الشكل التحفة يشاهي زي ما انت شايفة كده حاجة ما شاء الله تبارك الرحمن اهم حاجة انك هتضمني التسوية دي حاجة مهمة جدا الكل بيبحث عنها انك تسوي فراخ مشوية صح بتدبيلة حلوة كمان تضمني تسويتها وفي اقل وقت تشرفك في اي عزومة حاجة كده تبارك الرحمن ما شاء الله تعالوا بينا بقى نشوف هنسوي الفراخ ازاي وتاخد اللون من نينة التحفة الاكتر من رائع ده وكمان هيطلع طعمها هايل بتدبيلة خطيرة فراخك امهات او بط او حمام او مثلا فراخ بلدي عندك قديمة كده مع التقع على السطح تقدر ان انت تسويها وتشويها وتطلعيها بلون خطير وتدبيلة تحفة حرفيا اهم حاجة بعد الغسيل بمحلول النقع اللي احنا دايما بنعمله وانا كنت عاملا معاك في فيديو منفصل محلول النقع كان عبارة عن جنزبيل ولوري وملح وسكر دي اهم حاجة وفي المياه وتنقعي الفراخ بتاعتك دي مدة ما تقلش عن ساعة هتدوب الانسجة هساعد على التسوية السريعة تشير رحة الزفارة تديها اللون فاتح حلو قوي بعد كده جف فيها كويس قوي يعني ايه طلعيها وحطيها تصفي لازم ان تصفي كل المياه اللي جواها نكونش في الفراخ بتاعتنا او الطيور عموما اي مياه يا جماعة ما كان محلول النقع لو ما تشطفهاش كمان بعد محلول النقع بمياه عادية بعد كده بديها فتحات كده او تغريزات بالسكينة تعالوا بقى نجهز شوية تدبيلة حلوين قوي وتغريزات السكينة فايدتها ايه بتخلي التتبيلة تدخل جوه اللحم وتتشرب وتكون حلو قوي معايا اول حاجة فلفل اسود بعد كده بابريكا وشوية من الكاري بعد كده جنزبيل يديني بقى الطعم خطير الكاري ده يا جماعة بعد كده بتزبط الملح ودي اقل وابسط تتبيلة ممكن تعمليها لأي تيور عندك أي تيور مهما انك نوعها يعمل لها التتبيلة دي وهتديكي طعم خرافة حرفيا زبطي الملح بتاعك والفلفل الاسود والكاري والبابريكا وشوية من الجنزبيل بوريكو هنا وبأكد عليكم ان الفرخة بتاعتي متصفية كويس جدا بعد كده بعد مقلبت بقى التتبيلة ويا الملح كده مع بعضهم بدأت اخدهم شوية كده جزء على ايدي وابدأ ان انا ادلك الفرخة كده من جوه ومن بره وما بين الاوراق عند السدر كده ولازما ان انا شبعها بالتتبيلة الجفة دي طب انا لسه هكمل التتبيل ايها لسه معايا تتبيلة سيلة ولكن هنا بقى عايز اقولكو على حاجة ان التتبيلة الجفة دي بتخلي الانسجة بتاعة الفراخ تتشربها بسرعة تتشرب الملح تتشرب التوابل دي وهي لسه جفة كده هنا انا حطيت كم ورقة من اللوري كسرتهم كده حطتهم جوه قلب الفراخ بتاعتي اي تيور اعتمدي فيها التتبيلة دي سيبيها في التتبيلة الجفة دي مدة متقلش عن نص ساعة علشان تتشرب كويس اوي انا هنا بأكد عليكم المعلومة دي تشرب الملح والتوابل وتبدأ ان هي الانسجة بتاعتها بقى ان هي ايه يعني زي ما بيقولوا كده بتفتت الانسجة يا جماعة بتكون حلوة اوي وبتساعد على التسوية السريعة واهم حاجة ان هي بتتشرب البهارات والملح الصح بتاعها تعالوا بقى نشوف هنكمل بقية التتبيلة ازاي بعد ما سبنا الفراخ في التتبيلة الجفة دي نص ساعة معايا هنا ده عصير طماطم على بصل يعني بصلة وحدتين من الطماطم حطتهم في الخلاط مع ربع كباية من الخل تمام وبدأت ان انا حطت شوف انا صبيت حتى التتبيلة جوه الفرخة من جوه وهبدأ ان انا احط عليها منبرة بالشكل ده شايفين اهو مية ببصلة وربع كباية خل في الخلاط لحد ما اتفرمت البصلة كويس والمية كويس بعد كده حطتهم على الفراخ جوه وبره بالشكل ده تعالي بقى اقولك ازاي تضمني التسوية واللون التحفة وفي اقل وقت تسوية وتحمير كده في وقت واحد وهتنزل المرأة بتاعتها وبتكون مرأة مركزة هاتي صنية بعد كده هاتي كيس حراري على فكرة اسعارهم مش غالية يعني لو انت هتجيب الحجم الصغير زي الكيس اللي معايا ده ده اصغر حجمه بيكون فيه العبوة فيها خمس اكياس حرارية بعشرة جنية يا جماعة تمام سعره مش غالي خالص بالنسبة بقى لانه صحي اطبعا هو اامن وصحي جدا عن الورق الفويل يعني انا بحب استخدم الكيس الحراري وما استخدمش الورق الفويل او اللي هو ورق الاصدير الالمونيوم يعني تمام بعد كده خدت الفرخة بتاعتي حطتها جوه الكيس الحراري بس في الاول اديته دهنم من الزيت كلكو شفتوها معايا وفركتها كده جوه الكيس بحيث ان الكيس ده ما يلزقش على الفراح او على اي تيور انا هسويها تمام خدوا بالكم من الخطوة دي حطت الفرخة الامر دي وحطت باقي التدبيلة جواها بعد كده تأكد باقي كويس ان انا هقفل الكيس بتاعي ده بالكليبس كل كيس بيجي معاك لبس كده في قلب العبوة بتاعته تمام اهو طبعا انا بقفل بخلي فيه هوا جوه الكيس بالشكل ده بعد كده بقفل بالكليبس ده وخطوة كمان مهمة جدا بأكد عليكم فيها وهنا هرد بقى على سؤال لمتابعيني كانوا بيسألوهولي في التعليقات اي ازاي او مش لازم ان خالص ان احنا نعمل فتحة في الكيس الحراري لا لازم ان نعمل فتحة في الكيس الحراري يا جماع طبعا انا هنا سبت الفرخة عايز اقولك ممكن تسيبي التدبيلة في الفرخة دي في الكيس قبلها بليلة لو انت حبة او لو عندك مثلا طيور كتير اه هنا بقى هجاوب على سؤال المتابعة اللي كانت بتقول لي مش لازم ان خلص نحط مية في الصينية اللي هندخلها الفرن ونسوي في الكيس الحراري زي ما انا هعمل كده لا عايز اقولك لا لازم ليه بقى لان الصينية دي هتدخل فرن وهيبقى فيه درجة حرارة عالية وهيكون فيه تفاعل ما بين النار والصينية الالمونيوم او اي ان كان نوعها انتها هتدخلها الفرن فبدلا ما انا اشم ريحة الالمونيوم او نوع الصينية اللي دخل الفرن ويا الحرارة لا حط شوية مية هتساعد على تطرية الفراخ وكمان هتدي نكهة حلوة صدقيني يعني مش هنخسر حاجة ما نحط شوية مية وكمان مش هتخلي لون الصينية يغير تمام كمان لازم نقدي فتحة في الكيس الحراري بالسكينة زي ما شفته كده دي عشان الكيس ما ينفجرش من درجة الحرارة جوه تساعد على التهوية او تخرج البخار بتاع الفرخ كده انت هتسوي الفراخ على البخار بتاعها تسوية صحيحة الكيس الحراري امن ما فيهوش اي ضرر تقعد معايا في الفرن ساعة طب بنعرف ازاي هقولك لكل كيلو لحم ساعة تسوية لكل كيلو لحم ساعة تسوية يعني لو الفراخ بتاعتك بلدي او امهات او بط او كمان هتسوي لحمة في الكيس الحراري بياخد ساعة تسوية لكن لو فراخ بيضة من اللي هي بتستوي بسرعة هتاخد معايا اكتر من تلت ساعة تمام عايز اقولك وهي جوه الكيس كده بالماسك وبتبدأ ان انت تفتحيها وتقلبيها على كل الجهات بتتحمر معايا يعني وشها من فوق هيتحمر اقلبيها على الجهات تانية بالماسك اللي هو المشبك اللي بنمسك بي يعني في المطبخ هتتأيوان اللي هو زي ده كده هتتقلب على كل الجهات وتاخد لون التحمير التحفة جدا ده عمرك ما تقدر ان انت تتحمريها اللون ده ومن جميع الجهات في اي حاجة على النار من فوق هو الكيس الحراري اللي هيجيب معاك النتيجة الخطيرة دي كأنك بالضبط فراخ شوية يا جماعة شايفين توحفة ازاي طبعا شوية السوايل ان نزله دول دي بقى الطعم والتدبيلة المركز او المرأة المركزة بتاعة الفراخ بتاعتي تمام الميا اللي كنت انا حطها في الصينية خارج الكيس دي اتبخرت تماما بعد كده بطلع الفراخ بالشكل ده عايز اقولك ممكن تحطي فيها في حماية دي كريحة حلوة قوي طلعيها بقى على السرفيز بتاعتك وتقدميها الف هنا صحتين وهنا عليكم زي ما انتو شايفين كده تحمير من كل الجهات عايز اقولك بقى التدبيلة بتاعة المشاوي توحفة متشربة بقى من التدبيلة الجفة اللي احنا عملناها شكلها حلو بجد الشكل ده اصلا بتعمل عنه اعلانات يا جماعة لون التحمير بتاع الفراخ ده خطير حرفيا توحفة اعمليها بقى مع محاشي وتشرفك بجد في العزمات تقدر تقدميها مع عروض بسمتي مبهر شوفي انتي حابة تقدميها مع ايه ولكن انا حبيت اقولك طريقة التسوية صحيحة وازاي تاخد التسوية وتحمير في وقت واحد تطلع معاك دايبة دوابان وده المهم بقى اللي كنا بنتكلم عنه بتشتري من افخم المطاعم فراخ مشوية واستحالة تطلع معاك بالتسوية دي فانتي اعمليها في البيت ووفري فلوسك وكمان غير مكلفة خالص واللحم دايب دوابان يا جماعة شر من التدبيلة الحلوة اللي احنا عملناها طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة اتمنى الاشتراك في القناة واللايك للفيديو